بعد أيام من هجوم رئيس الوزراء اللبناني على حاكم مصر في لبنان خرج رياد سلامة ليرد بالأرقام ويحمل الحكومة مسئولية الأزمة الاقتصادية سلامة أكد على شفافية الحسابات في البنك المركزي مشيرا إلى أن إجراءات البنك تأخذ بعلم وزارة المالية واصفا للتهمات بشأن سرية الإنفاق بالافتراء البنك المركزي مول نعم مول الدولة ولكن مش هو اللي صرف الأموال هناك من صرف الأموال وهوني لازم يكون نعرف كيف انصرفت الأموال لأن البنك المركزي ما عنده هالقدرة وفي ردها على تصريحات حسن دياب عن نفاد السيولة بالعملات الأجنبية من البنوك أوضح حاكم مصر في لبنان أن السيولة القابلة للاستخدام تبلغ 20 مليارا وتسعمائة مليون دولار مشيرا إلى أن إخفاق الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ليست مسئولية البنك المركزي واعترض سلام على الأرقام التي أعلن رئيس الوزراء نزوحها خلال شهرين موضحا أن الرقم الفعلي هو 5 مليارات وتسعمائة مليون دولار تم صرفها على النحو التالي 3 مليارات و700 مليون دولار لتغطية القروض وملياران ومئتان مليون دولار سحبت نقدا من العملاء كاشفا عن أنه قام بتسليم رئيس الوزراء التطقيق المالي في مارس الماضي تصريحات سلامة أعقبتها تحذيرات من رئيس الوزراء اللبناني من وجود خطة ممنهجة ومدروسة لتدمير مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية لديها تقارير كاملة عن الجهات التي تحرد على الشغب منتقدا استهداف الجيش اللبناني خلال الاحتجاجات وكانت احتجاجات عارمة قد خرجت في الشارع اللبناني بسبب ترد الأوضاع المعيشية وإقفال مئات الشركات وتسريح العمال وانهيار العملة أمام الدولار وفقدت العملة المحلية أكثر من 50% من قيمتها في ظل توقع خبراء اقتصاديين أن يدخل 60% من السكان في دائرة الفقر